الخبر الأول اللي عدنا عن التهجم اللي يتعرض لأحمد النشيط بسبب بيسان إسماعيل وأناس الشايب وأيضا موفلوكز وياهم نورستار اللي صار على هذا المقطع فأحمد النشيط نزع على قناته هذا المقطع ولو تنزلوا على التعليق فكلها هو جيش نارين بيوتي وكلمات بالإنجليزي على ما يوقفوا للمشاهدات ويسألون وين نارين وبالفعل اتجمدت المشاهدات تقريبا إلى الآن 50 ألف فاكتبوني يا حباي بالكومنتات شو رأيكم بالتهجم اللي اتعرض لأنا سوبيسان وموفلوكز ونورستار الخبر الثاني اللي عدنا عن نورستار ووصول قناتها باليوتيوب للـ 17 مليون مشترك فإن شاء الله ألف ألف مبروك وعقبال 20 مليون ما بقى شي عليها ولا تنزوني يا حباي بتباركوها بالكومنتات الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وفضيحتهم الشيرين بيوتي فالشيرين نزلت هذا المقطع على قناتها وأكو شي غريب صار بي فاللي ما يعرف شن اللي صار فبالبداية أول ما بدأ المقطع لو تلاحظون هنا موجود الصليب واللي هو واحد الرموز اللي يرمز للديانة المسيحية طبعا الموضوع عادي ومحد إلى أي علاقة ولكن يا حباي بالثانية عشرين شوفوا شنو صار فبالثانية عشرين بالغلط وقعت الكاميرا ودخقوا علي ميلا من ايد صديقتها شالة الصليب من مكانه ومن بعد هذه الأقطة الصليب اختفى فبالنسبة أشخاص اللي ينتبهوا من قسمه وبالكومنتات قسمين قسم يقول انه هذه فضيحة انه عائلة بيوتي مسيحيين رغم انه ما ادري وين الفضيحة بالموضوع يعني بنهاية كل واحد حروا بدينه بالنسبة للقسم الثاني فيقولون انه هذي تعتبر إساءة للمسيح وتعتبر إساءة للصليب يعني انه ليش يش سويت وليش خفيته انه هل انت مستحية من دينتش مثلا صراحة ما ادري عليكم انكتبونا بالكومنتات شون رأيكم بهذا الخبر وش انت تتوقعوا انشيرين السبب اللي خلتها تخفي الصليب من مكانه الخبر الرابع اللي عادنا عن نارين بيوتي وسفرها لدبي فنارين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كانت ببيح الزور وين سافرت وبالستوري بعده لو تشوفون لي فوق مكتوب دبي وطبعا بالنفس الوقت لو تلاحظون انه موجود شيف بوراك وهو شيف مشهور وبالاخير ختمت بهذا الستوري اللي بي غيث مروان وطبعا يا حبايب هذا الدليل انه هي اللي لا تحجوها موفلوكز ولكن خلينا نشوف هل لح تلتقي ببيسان بما نثياتهم في دبي وبيسان قالت انه هي تريد تشوفها ولا يكنوا يكتبونها بالكومنتاج شانا تتوقعون حيصير بس والله هنا وصلت المقطع اتمنى مقطع عجبكم لسيسون تحطون لاك اشتركوا بالقناة شانا نكون في هذه الزين مقاتلات مملكة القصص وبس مع السلامة